أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول الله عز وجل المال والبنون زينة الحياة الدنيا مضى الكلام عن فتنة المال فهنا ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا حقيقة هذا المال بالمثال كما سبق ويوضحها لنا بالخبر هنا منه جل وعلا فيقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال قدم على البنين في أكثر آيات القرآن لأن المال في زينته أعظم من زينة البنين وبعض الناس قد يمكر هذا ولكن الذي جاء في القرآن هو ما ذكرت لك ولذلك نقول للناس إن هذه ترجع إلى طبائع الإنسان في نفسه فهناك من الناس وهم أكثرهم يقدمون زينة المال على زينة البنين وهناك من الناس من يقدم زينة البنين على زينة المال والمقصود هنا أن الله عز وجل ذكر هاتين الفتنتين المال والبنين كزينة والزينة كما ذكرت لك يقابلها الحقيقة فالزينة تكون ممدوحة إذا لم ترجع على تلك الحقيقة بالنقب فالمال والبنون إذا لم يعود على الإيمان بالثلب فهما زينتان ممدوحتان وإذا رجعت على الإيمان بالنقص فهما زينتان مذمومتان فهذا الذي أراد الله عز وجل أن يوضحه لنا أتم الوضوح فيقول سبحانه وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا وتنبهنا أن الله لم يجعل المال والبنين فتنة لأنه قد يكون فتنة وقد لا يكون فتنة وإنما عبر هنا بالزينة وهذه الزينة هي زينة الحياة الدنيا وهناك الحقيقة قال سبحانه وتعالى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل الباقية الصالحات تتابع السلف رضوان الله عليهم أجمعين أنها ذكر الله أنها لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله وجاء ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد في مسنده سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الباقيات الصالحات فقال التهليل والتسبيح والتكبير والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله أي هذه هي الباقيات والصالحات ولكن إسناد الحديث ضعيف ويغني عن هذا الحديث ما تتابع السلف عليه كما ذكرت لك عن الصحابة وعن التابعين وعن أتباع التابعين كلهم يفسرون الباقية الصالحات بذكر الله عز وجل وهي تشمل كل العبادات أي الصلاة والصدقة والصيام والجهاد وغير ذلك لكنها أخص بالذكر فحينما نتكلم عن الباقيات الصالحات فالباقيات الصالحات في أصلها هي ذكر الله عز وجل ويتبع هذا الذكر ما ذكرت لك من أنواع العبادات ففرق أن تقول الباقيات الصالحات هي كل العبادات لا ليس هذا من التفسير الدقيق لا وإنما المحرر هنا أن تقول ما ذكرت لك الباقيات الصالحات الذكر ويتبعها بقية العبادات خير عند ربك ثواباً أي في الدنيا وخير أمل فيما تؤمله عند الله عز وجل ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم بدأ الله عز وجل هنا بالتذكير بيوم القيامة ويوم القيامة قد ملئ به كتاب الله عز وجل وفاضت آيات القرآن بالتذكير بيوم القيامة ولذلك كل من أعرض واسمعني جيداً سلمك الله كل من أعرض بقلبه عن تذكير نفسه بيوم القيامة والله الذي لا إله إلا هو لا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة لأن الله ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا اليوم وذكر أصحاب نبيه وذكر الصالحين وذكر الغافلين وذكر الكافرين بيوم القيامة فكل أصناف الناس ذكروا بها وامتلأت السور المكية بالذات بذكر يوم القيامة الحاقة ما الحق القارعة ما القارعة الصاخة وهي من أسماء يوم القيامة وخذ ما شئت ما تكت تقرى في سورة مكية إلا ويذكرك الله عز وجل بها هل أتاك حديث الغاشية إذا الشمس كورت إذا السماء فطرت إذا السماء شقت كل هذه أخي سلمك الله هي عن يوم القيامة فإياك ثم إياك أن تغفل قلبك عن يوم القيامة لا بد أن تذكر القلب بها وهنا الله عز وجل يذكرنا بذاك اليوم العظيم يقول ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة الجبال تقلع من أماكنها بعد أن تدك وتفتت وتسير كالعهن المنفوش تكون الأرض بارزة بارزة بمعنى أنها ظاهرة واضحة من يقف في أولها يرى آخرها ومن يقف في آخرها يرى أولها بارزة ليس فيها لا حفر ولا نتو جبال وإنما صعيد مستوية ساهرة كما وصفها الله عز وجل في سورة النازعات قال بعد ذلك وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا الحشر يكون لأرض المحشر لأرض الشام وثبت ذلك في أحاديث صحيحة كثيرة عن نبي صلى الله عليه وسلم أن أرض المحشر هي أرض الشام ودل على ذلك أيضا القرآن في سورة الحشر أحسن زادك الله علما بكتابه أنت وذريتك وأهلك والحاضرين والسامعين نعم في سورة الحشر أشار الله عز وجل إلى ذلك فالمقصود أن الناس يحشرون إلى أرض المحشر تحشرهم الملائكة وتحشرهم النار ويحشرهم الماء فالماء يفيض إذا البحار سجرت والبحار حينما تمتلئ وتفيض تشتعل بعد ذلك تفجر فهي تسجر وتفجر والتسجير والتفجير من معانيهما الامتلاء والاشتعال فتسجير الماء يكون بامتلاء الدلو وامتلاء البئر وامتلاء البحر وتفجير البحار بامتلائها وتسجير البحار باشتعالها ناراً وتفجير البحار باشتعالها أيضاً كذلك وهذا له دلائله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تفاسير الأكابر الجلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذن المقصود هنا وحشرناهم أنهم يحشروا إلى أرض المحشر من خلال ما ذكرت لك فلم نغادر منهم أحداً لم يغب أحد من حين آدم عليه السلام إلى آخر من تقبض روحه من شرار الخلق فإن الريح الطيبة الحمراء تقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى في الأرض إلا شرار الناس وعليهم تقوم الساعة هؤلاء أيضاً آخر من مات وأول من مات كلهم يحشرون سواء كانوا من البشر من الناس أو من الجن أو من الحيوان كل هذه الأصناف الثلاثة وحتى من الحشرات كلها تحشر إلى أرض المحشر وعرضوا على ربك صفك لقد جئتمون كما خلقناكم أول مرة عرضوا صف يا أخوان وهذا تتنبه له في تصورك لعظم يوم القيامة كل هؤلاء الخلق يعرضون صفوفاً على ربهم كما نص عليه في أكثر من آية ومنها ما في سورة الفجر الملائكة تصف صفوفاً والناس يصفون صفوفاً والجن تصف صفوفاً والطوائف كل طائفة ومعها رايتها يصفون لربهم جل وعلا فيعرضون صفاً على الله عز وجل لقد جئتمون كما خلقناكم أول مرة المتحدث هنا هو الله عز وجل بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً وقوله سبحانه وتعالى أول مرة أي أنهم يأتون إليه أولاً من دون ثياب عري كما ثبت ذلك في سنن أبي داود عن نبي صلى الله عليه وسلم وثبت ذلك في أحاديث كثر والقرآن يدل عليه فيأتي الرجال والنساء عرات ويأتون أيضاً غير مختونين في كل واحد منهم قلفته التي ولد وهي عليه وهذا مما يدل عليه قوله سبحانه وتعالى كما خلقناكم أول مرة ثم قال بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا والمخاطب هنا هم من كفروا بالبعث أجاراً لله وإياكم من ذلك قال بعد ذلك ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه الكتاب الذي يوضع هنا هو نوعان من الكتب أما الأول فهو اللوح المحفوظ يؤتى به في يوم القيامة وهو المقصود بدءاً هنا وأما الكتاب الآخر فكل إنسان كما قال الله عز وجل ألزمناه طائره في عنقه الكتب تتطاير الصحف وإذا الصحف نشرت تتطاير فأما أهل الجنة أهل الرحمة فيتلقون صحفهم باليمين وأما أهل العذاب أجاراً لله وإياكم من حالهم فهم صنفان منهم من يتلقاه بالشمال ومنهم من يتلقاه من خلف ظهره قال سبحانه وتعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين فيه لما يقرأ كيف يقرأ يا أخوان هذا كتاب كيف يقرأ يقرأ هكذا مشفق ما يملع عينه من كتابه لأنه لا يريد أن يقرأ ذاك اليوم أعوذي بالله أكلت مال يتيم ذاك اليوم لعنت ذاك اليوم كذبت ذاك اليوم وعدت فأخلفت ذاك اليوم زنيت رأيت صورة محرمة ذاك اليوم نمت عن الصلاة من غير عذر ذاك ما يريد يقرأ هكذا ما يستطيع وإنما يسترق النظر مشفق مما هو فيه يقرأ فيبدأ يحاول أن لا يقرأ لكنه لا بد له أن يقرأ لأن الله أمره بذلك مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة كان ماشي ذاك اليوم داخل بقالة والبقالة حط صفوف هذه تعرض عليها الجرائد والمجلات وكان في مجلة من هذه المجلات الهابطة التي تعرض صور النساء فكان يستطيع أن يمر ويدخل بقالة يأخذ الغرض ويخرج لكنها شاف ديك المرة والله يعني جميلة فاتنة ثم دخل يوم القيامة عاش بعد هذه أربعين سنة نسيا لكن الله لم ينسى فيأتي يقرأ في الكتاب أن فلان بن فلان الفلاني هذا في يوم الخميس بعد صلاة العشاء في الساعة التاسعة وأربعين دقيقة وثانيتين دخل إلى البقالة ورفع نظره ورأى صورة محرمة ثم مضى يا رب كانت لا ما كانت نظرت فجأة لا لا نظرت زود شوي نظرت زود ثانية ثانيتين كنت قد تقول كذا وتنتهي ما تكتب تكتب لك حسنة أيضا إن صدقت لكنك لا مرة ماشي في السوق المرأة وجسمها طويل وعندها وممتلئة وكذا وانت في السيارة ومرة بنت الناس الأجوان هذه وقال استغفر الله لا تجد موجود في المكتوب ذاك اليوم فلان راكب في السيارة سيارة كذا وكذا وموديلها كذا وجالس قال له ينتظر زوجته في السيارة وينتظر أمه وكذا وكذا ومرت تيق المرأة وفما غضى بصره عن حالا كذب كذبة ثم قال كذبة بيضة يا رجل ما عليش أنا لمر سهل فيأتي وطر هذه الكذبات قد امتلأت وصارت مئة ألف كذبة ما يدري من انجت لكن الله أحصاها لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووضع الكتاب فترى المجرمين والكافرين لا المجرم فقط حتى وإن كان مسلما فترى المجرمين مشفقين مما فيه طبعا أنا أتكلم يا أخوان عن واحد يخاف الله فيقع في معصية ما بالك اللي قاعد قدام الشاشة ثلاث ساعات مسمرها قدام الحرام يقول لي والله لازم أشوف أخبار قناة الجزيرة والله ما أقدر أفوت أخبار قناة العربية أخبار المسلمين ودي عرفوا ش صار في المسلمين والإنترنت ما تكفيك في أخبارهم والصحف المليئة هذه ما تغنيك ما تستطيع تضع هذا القائمة هذه حق القنوات وتغطي صورة المرأة لك ألف وسيلة وسيلة تستطيع هذا طبعا اللي يشوف إيش قنوات إخبارية فيها نساء متبرجات أما من قاعد فاتح لي على قنوات يسمون هذا اللي يسموها بعض المشايخي الفش وفش وما فش مدري يسمونه أنا ما عرف الله قنوات الرقص والمجون والبلاء ومسمر ساعتين وثلاث والله يدخل على المواقع اللي باحية وشوف كما يرى وكما يشده يقول والله الأميرة الفلانية تعال تعال ذكرنيهم واحد من الشباب الأخيار والله منتحي ملتزم يقول لي تعالي أبو عبد الرحمن قلت سمت قال خلنا وريك صورة فلانة فلانة أميرة وش توريني قال في حفلة شوفوا شو اللابسة أعوذي بالله وخليتنا الناس يصورونها ويكاشفة ولابسة يعني لباس ليس بالساتر قلت أنا خليني من الأميرة المقالة بذنبها على جنبها لكن تعال انت قال لا أبو سأبو الريكوش والله يا أخي والله بالحية يا أخوان عليه الشرح يعني نظن أن هذا سيفوت على ربنا ما يفوت والله لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الأمر عظيم 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 والله لو عد الواحد مننا بس أخذ ورقة وبعد عصيت الله اليوم الصبح وحده وعصيته قبل الظهر وحده وبعد الظهر وقبل العصر وبين الظهر العصر والمغرب وبعد المغرب وبعد العشاء والله لو استطاع الواحد مننا أن يحصي ذنوبه والله إن يستحي أن يخرج أمام الناس إي والله إن يتغطى بشماقه ويجلس في بيته حتى ما يستطيع أن يضع عينه في عين ولده فيا أخوان وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه وما يدرين أن الله سيعفو ويغطي ويسامح نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ذلك ولكن ما يدرين أحبتي لا بد أن نعيش في الدنيا على خوف وحذر وعلى رجاء وطمع فلا نفرط في جانب ونطغى في جانب قال سبحانه وتعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها أتدرون ماذا قال الحسن البصري في هذه الآية قال ضجوا الله لأنه بدأ بالصغائر قبل الكبار انتبهت للآية أخي انتبه زين لا يغادر صغيرة قبل أن يقول كبيرة قال الحسن البصري ضجوا أولئك الصالحون ضجوا والولو صاحوا بكوا نازلت الدموع من عيونهم أربعة ليش الله هنا بدأ بالصغائر قبل الكبار هذه القلوب الحية أحبتي كيف تقرأ القرآن كيف تتفكر فيما يريده الله عز وجل من الآيات ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول جمهور السلف أن إبليس من الجن وليس من الملائكة ولكن الله عز وجل عدلٌ كريمٌ مع عباده فهذا إبليس كان من الجن ولكنه كان عابداً كثيراً صلاة حتى كان يسمى من بين الجن بالسجاد لكثرة عبادته وصلاته وانكساره لربه دائماً ساجد فلما علم الله عز وجل من حاله وعلمه سبحانه وتعالى تامٌ في القديم والحديث رفعه الله عز وجل بموجب هذه الحال التي كان عليه فجعله مع الملائكة مع أن أصله من الجن ولذلك لما أمروا بالسجود أمر معهم لأنه كان من بينهم وإلا فهو من الجن كما قال الله عز وجل كان من الجن والملائكة خلقوا من نور بينما الجن خلقوا من نار من مارج من نار وهذا هو نص القرآن وإبليس قد نص الله عز وجل في غير ما سورة من كتابه العظيم أنه افتخر وتمدح لنفسه بأنه خلق من نار فهو من جنس الجن وليس من جنس الملائكة كان من الجن ففسق عن أمر ربه فسق أي خرج عن الطاعة والفاسق هو الذي يكثر التجاوز في استجابته للأمر يأمره الله بأمر فما يستجيب ويكثر ذلك منه ينهاه الله بنهي فما يستجيب في ترك هذا النهي ولذلك سميت الفأرة فويسقة لأنها تكثر من الخروج وليست كغيرها كثير من هذه الدواب لما تدخل في جحرها ما تخرج ولما تخرج مرة واحدة لكن الفأرة ليس كذلك تخرج وتدخل تخرج وتدخل تخرج وتدخل فسماها العرب فويسقة فالفويسق من الناس يطيع يعصي يطيع يعصي يطيع يعصي هذا ديدنه لا يستقيم على حال مع ربه سبحانه وتعالى فإبليس كذلك كان على طاعة فسق خرج عن طاعة الله عز وجل فسق عن أن بربه في السجود أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو وهذا تعجب من الله للعباد سبحان الله أفتتخذونه وذريته تطيعونه وتطيعون الشياطين فيما يأمرونكم به من دون ما آمركم أنا به وهم لكم عدو في أحد عاقل يطيع عدوه ويعصي من هو أرحم به من أمه وأبيه من يفعل ذلك إلا من سفها نفسه ولذلك هنا ربنا يستغرب ويتعجب من حالنا نحن سبحان الله أنا أريد لكم الخير آمركم بما يصلحكم بما يكون له الخير في دينه ودنياه ثم يعصي أمري ويتبع الشيطان فيقول الله عزه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا بئس والله ما اتخذنا من دون الله بدلا عوضنا عن الله وكرمه ورحمته سبحانه وتعالى بماذا بالشيطان ورجسه وعدوانه وبغيه فيقول الله عز وجل لنا والله بئس للظالمين بدلا بئس من ظلم نفسه أنه جعل الشيطان هو وليه وترك الله عز وجل الذي هو أحق بالولاية وأرفق به وأعلموا وأحكموا وأرحموا بحاله ثم يقول سبحانه وتعالى ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا هؤلاء المجرمون الفاسقون ما أشهدتهم أي ما أشهدت هؤلاء المجرمين سواء كان الشيطان أو جند الشيطان أو من اتبع الشيطان من الإنس فهؤلاء الثلاثة إبليس الأكبر هذا وأتباعه من شياطين الجن وأتباعه من شياطين الإنس مهما أوتوا من القوة ومن الجبروت ومن السلطة ومن المال ومن الجاه ومن الجمال مهما أوتوا فاعلموا أن قدرهم وقوتهم في غاية الضعف فيقول سبحانه وتعالى ما أشهدت هؤلاء خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ما شهدوا ذلك فضلاً أن ماذا؟ فضلاً أن يشاركوا فيه هم لم يشهدوه بأعينهم ولم يكونوا حال الخلق أحياء فكيف يساعدون ويعينون فيه فكيف الزعم بأنهم هم الذين يخلقون هذا من أبعد ما يكون فقال سبحانه وتعالى مبيناً ضعفهم ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عضداً والعضيد هو النصير المعين الوزير ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقاً يُقسم الناس في يوم القيامة إلى أقسام فأما أهل الإشراك فيقسمهم الله عز وجل إلى فريقين قبل النار وبعد النار فأما الفريق الأول فهم الأسياد الذين كانوا يُعبدون من دون الله ويُطاعون في معصية الله وأما القسم الثاني فهم الأتباع من كان يتبع أولئك في عبادتهم من دون الله أو في طاعتهم خلاف أمر الله فيقول الله عز وجل وقد قسمهم إلى هذين القسمين ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين زعمتم الخطاب هنا مع الأتباع الله يقول لهم نادوا هؤلاء الجبابرة الذين كنتم تعبدونهم وتدعونهم في الحياة الدنيا الواحد منهم لما يفزع ولما يمرض ولما يخاف ولما يفتقر أين يذهب عند الكعبة والله ما بين الحجر الأسود وما بينها إلا ما يقارب ثلاثة أمتار أربعة أمتار فزحمت وظنكها الناس خشيت على نفسها رفعت يديها هكذا أعلى ما يكون وصرخت عند جدار الكعبة بأعلى صوتها يا بادوي خلصني يا بادوي أنقذني يا بادوي يا بادوي كفر أكبر خروج من الملة خلود في النار لما تدعو من دون الله ما لا ينفعها ولا يضرها والله ذلك هو الضلال البعيد كما قال الله عز وجل وهذا الذي يحذر الله هذه إذا ماتت على هذا نادوا شركائي الذين زعمتم من دون الله يلا هات بدوي هات السج زينب هات الأنبياء والمرسلين هات جبرايل وميكائيل دعهم ينفعونكم من دون الله هاتوا من عبدتم من دون الله والله ما ينفعون شيئاً ولا يضرون شيئاً ولذلك قال الله عز وجل هنا فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقاً والموبق هو الحاجز الذي يكون بين من يعذب من الناس إذا دخل أحد في بيت أو في مكان فجعل حاجز وهو هذا الحاجز في داخله من يعذب يسمى هذا الحاجز موبق أو موبقاً فلا يطلق الموبق إلا إذا كان فيه هلكة أو فيه عذاب على من جعل هذا الفاصل سدًا دونه ودون أن يخرج مع الناس قال وراء المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفاً الآن مشهد رؤية هؤلاء المجرمين للنار والله عز وجل ذكر هذه الرؤية للنار في سبعة مواطن في كتابه العظيم ومن أعظمها ما جاء في سورة الكهف وما جاء في سورة الأعراف وما جاء في سورة أيضًا ذكرت الطويلة وتركت القصيرة في سورة التكاثر أعظم ما ذكر الله عز وجل هذه الرؤية في سورتين اثنتين سورة الأعراف وسورة التكاثر وما ذكر في سورة التكاثر أعظم مما ذكر في سورة الأعراف لمن فقها ذلك من كتاب الله هنا يذكر الله عز وجل هذه الرؤية فيقول سبحانه وتعالى ورأى المجرمون النار والنار لها رؤيتان رؤية عامة يراها كل الخلق من المسلمين والكافرين وبرزت الجحيم لمن يرى لكل من رأى ثم بعد ذلك رؤية خاصة وبرزت الجحيم للغاوين والمقصود هنا الرؤية الثانية وليست الأولى ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها أي أنهم سيرمون في داخلها سيكبكبون على وجوههم ومناخرهم في نار جهنم ظنوا هنا أي تيقنوا الظن في أغلبه في القرآن بمعنى اليقين فظنوا أنهم واقعوها وإنما يأتي الظن مكان كلمة اليقين لأجل أمر إذا كان الحديث عن من يريد أن يكذب بهذا فيأتي استعمال كلمة الظن فهؤلاء هو يقين لكنهم يريدون أن يكذبوا به فإذا كان عند صاحب الظن ما يريد أن يجعله جزء ولو قليل من النقص في هذه الحقيقة يقول الله عز وجل عن حاله فظنوا بينما هو في واقعه وفي حقيقة الأمر هو واقع ولكن بالنسبة لهم أرادوا ذلك فتنبه لهذه اللطيفة فإنك لا تكاد تجدها في كتاب قال فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا مصرفا مصرف أي تصريف عن النار يريدون أن ينصرفوا عنها بأي وجه من الوجوه فما يستطيعون ذلك قال بعد ذلك سبحانه وتعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا هذه الآية الثالثة التي يذكر الله عز وجل فيها القرآن الموضع الثالث في سورة الكهف الذي يؤكد الله عز وجل فيه أن النجاة إنما هي بالقرآن فمن أراد النجاة من النار وأن لا يراها رؤية المعذبين فيها فلا سبيل له إلا من خلال القرآن ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل طرق النجاة من النار في القرآن الكثيرة لا تحصى فلا تضيعها جميعا إن استطعت أن تأخذ بأغلبها فخذ استطعت أن تأخذ ببعضها فخذ استطعت أن تأخذ بواحدة منها فخذ أما أن تضيعها جميعا فهذا هو الهلاك الذي أشار الله عز وجل له هنا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا يظن أن ذكي وعاقل ويستطيع يحاج ويلتف على الناس بحجج ويقال له يا فلان ليش تفعل كذا قال لك يا أخي حلال من قال لك حرام يذهب فيسافر ويتزوج له واحدة من الشارع هكذا المدة أسبوعين يا رجل اتق الله هذه بغي من البغاية كيف تزوجها قال يا أخي هذا زواج المسيار وجمهور العلماء الأئمة الأربعة على جواز النكاحي حتى وإن كان بنية الطلاق سبحان الله يلعب على نفسه وهل أراد أهل العلم هذا والله ما أرادوه ولا خطر لهم ببال إنما هو النكاح الصحيح إذا بيت النية هذا خلاف أهل العلم أما بغيه في الشارع أما بغيه في فندق أما أن تلقطها من هنا وهناك وتزعم أنك تزوجت بها فأعوذ بالله قبح الله فاندنس نفسه بمثلها فليس هذا مراد فتنبه هنا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا والله لن يمنعك من عذاب الله هذا الجدل الفارغ في الدنيا فإن الله لا يجادل بمثل هذا جل وعلا ثم قال سبحانه وتعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفر ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا هذه أشكل آية في سورة الكهف من جهة تفسيرها هذه أشكل آية في سورة الكهف وقد اختلث فيها أهل العلم اختلافا بينا ظاهرا حتى ذهب بعض المتأخرين من المحققين في التفسير إلى قول جديد لم يسبق إليه كما ذهب إلى ذلك ابن عاشور وغيره من أهل الدراية والتحرير والتحقيق في علم التفسير والذي يظهر والعلم عند الله والله عز وجل أعلم ونعوذ بالله من الخطأ في كتابه وأن نقول عليه ما لا نعلم الأقرب في معناءه وما درج عليه السلف في أغلب كلامهم مما يفهم من تفسيرهم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم هذا ظاهر في معناه إيش اللي يمنع الناس من الإيمان واستغفار الرب سبحانه وتعالى قال إلا أن تأتيهم سنة الأولين فهناك إضمار في هذه الآية تقدير هذا الإضمار هو إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أي إلا أن يقع عليهم ما وقع على الأولين ممن كفروا بالنبيين هذا هو الإضمار الذي قدره كثير من السلف في تفسيرهم لهذه الآية إلا أن تأتيهم سنة الأولين أي يقع منهم ما وقع من أولئك فيكفرون فيعذبون كما عذبوا أو يأتيهم العذاب قبلا أو يأتيهم العذاب قبلا أي يعذبهم الله عز وجل على أيدي أهل الإيمان بالجهاد بالنهي عن المنكر بنحو ذلك وهذا هو تفسير الواحدي وقد أقره عليه جماعة كثيرة من المحققين في التفسير وهو الأقرب في تفسير ختام هذه الآية فيكون معناها هو أن الله عز وجل يقول ما منع هؤلاء أن يؤمنوا إلا أنهم اتبعوا سنة من قبلهم من الناس في عنادهم واستكبارهم على أنبيائهم فجرت سنة الله عليهم بتعذيبهم كما عذب أولئك أو يأتيهم العذاب قبلا قبلا بمعنى قريب هذا معنى قبلا فيكون العذاب هذا هو الذي في الدنيا على أيدي أولياء الله إما بجهاد السيف أو بجهاد اللسان هذا ما يبدو والعلم عند الله والآية تحتاج أيضا إلى مزيد تأمل ونظر وتحرير أسأل الله عز وجل أن يفتح علينا من علم كتابه وأن يهدينا لما اختلف الناس فيه من الحق بإذنه قال بعد ذلك سبحانه وتعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق هذه الغاية من إنزال الرسل كما تقدم هي نفسها الغاية من إنزال الكتب ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق الإدحاض في أصل اللغة هو الإزلاق أي يبحثون عن مخارج ينزلقون من خلالها عن أوامر الله وأمامر رسوله صلى الله عليه وسلم لذلك قال ليدحضوا ولم يقل هنا ليكذبوا لأن ليس كل ما يأتي منهم تكذيب لا أحيانا يصدقون ولكن يتأولون ويلوون أعناق النصوص ليخرجوا من حقيقة الأمر وهذا هو الإدحاض الذي نهى الله عز وجل عنه هنا قال واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا والهزو هنا هو السخرية واللعب بكتاب الله عز وجل وأهل الإيمان إذا جاءهم القرآن أو جاءهم الخبر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتزت عواطفهم وكبرت عليهم هذه النصوص وتأملوا فيها طويلا ورجوا من الله عز وجل داعين مبتهلين أن يوفقهم لمعرفة مراد الله عز وجل منها ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم لا يستعجلوا ويبادروا في الفتية أو يبادروا في التفسير أو يبادروا في شرح الحديث أو يبادروا في الكلام عن الدين من غير وجل ولا خوف ولا تردد فإن هذا من أمارة الهلاك في الدنيا وأمارة الخسارة في الآخرة ثم قال سبحانه ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها وهذه من الآيات العظيمة في النهي عن الإعراض عن تدبر القرآن لأن الإعراض عن القرآن تارة يكون بالإعراض عن تلاوته وتارة يكون بالإعراض عن تعلمه فهمه وتارة بالإعراض عن تدبره والعيش بالقلب معه وتارة بالإعراض عن أوامره ونواهيه وتارة بالإعراض عن تحكيمه وكل هذه محرمة وكلها في الدرجات العالية من التحريم وهنا تحريم الإعراض عن تدبر القرآن هو في الدرجة العالية منها لأن الله قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته فمن أعرض عن تدبر القرآن فهو أعرض عن الغاية التي من أجلها تنزل القرآن فأظلم ما يكون الإنسان هو أن يكون معرضا عن تدبر القرآن ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه جاءته الغفلة إنا جعلنا على قلوبهم أكنة القلب عليه غطاء الأكنة هي الأغطية فيكون على القلب غطاء يمنعه من نفوذ الحق إليه إما بشبهة أو بشهوة هذه هي أكنة أي يفقهوه فهو القرآن يصل إلى فؤاده لكنه من دون فهم ولا فقه بل يمر عليه ويسلك سريعا من دون تدبر للقلب لآيات الرب سبحانه وتعالى قال وفي آذانهم وقر الوقر هو الثقل الذي يكون في السمع فهو يسمع ولكنه سمع فيه ثقل لا ينفعه لأجل أنه لم يفتح مسامع قلبه فإن المراد هنا واسمعني جيدا المراد من سماع القرآن سماع الأذن مع سماع القلب فمتى ما سمعت الأذن لوحدها فإن الأذن هنا فيها قر هذا الوقر الذي قر فيها في داخلها هو الذي ينبه الله عز وجل هنا على أن نحاذره وأن نزيله من آذاننا لأن المطلوب أن نفتح المسامع وأن نفتح القلوب أيضا حين سماع القرآن وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا لأجل إعراضهم وعنادهم وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلة العذاب لا يلزم أن يكون في الدنيا كثير من الكافرين المجرمين يؤخر الله عز وجل عذابهم في الآخرة وهؤلاء يشد فمن أخذ منه في الدنيا خفف عنه في الآخرة ومن أخر عذابه في الآخرة جمع له الشر كله هناك أسأل الله عز وجل أن يرحمنا في الدنيا وأن يرحمنا في الآخرة وأن لا يعذبنا لا في الدنيا ولا في الآخرة اللهم إن أجسادنا على عذابك لا تقوى فارحمنا برحمة منك يا كريم ثم قال سبحانه وتعالى وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهَا لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مُوْعِدًا لا تستعجل على القرى لا تستعجل على تلك الدول الطاغية المتجبرة المتكبرة في الأرض لا تستعجل على أمريكا ولا تستعجل على الاتحاد الأوروبي ولا تستعجل على روسيا ولا تستعجل على كذا وإيران ولا تستعجل على هذه القرى أمرها عند الله والله قادر سبحانه وتعالى بأمرٍ واحدٍ منه أن يقلبها رأساً على عكب ولكن له حكمة وله سبحانه وتعالى جل وعلا من العلم والبصيرة والمعرفة بما يصلح للناس في شأن هؤلاء الذين طغوا وتجبروا ما يجعل العبد يدعو ربه ولكن إذا تأخر نصر الله قليلاً فإنما تأخر لحكمةٍ بالغة فكن على يقينٍ من ذلك سلمك الله فلله العزة البالغة وله الحكمة وهو سبحانه وتعالى القوي العليم الذي لا يفوته شيءٌ من خلقه وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعداً أسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا اللهم احفظنا وحفظ بلاد المسلمين اللهم اجعل هذه البلدة طيبةً مباركة طيبةً في أهلها وطيبةً في مالها وطيبةً في هوائها وطيبةً في رزقها اللهم وعم بذلك أهل هذه البلاد الطيبة المباركة في كل مناطقها ومدنها اللهم وعم بخيرك وفضلك جميع المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم إلهنا نسألك رحمتك التي وسعت كل شيء فارحمنا يا كريم يا رحمن واجعلنا بفضلك وجودك ومنتك ممن رزقتهم علم القرآن وفهم القرآن وتدبر القرآن والانتثال لأوامر ونواهي القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا